اشتركوا في القناة 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 هذا الشي اللي بغيت نقول أخوتي المغاربة و بغيت نقول المسؤولين باش يشوفوا في هذا الميل في ديالي فين ما دخلت فين ما دخلت عيتا ندخلت نورهم الورقة يشوفوا اسميتهم وكنيتهم يقولوا لي يا ما عندنا ما نديره لك سير الهنا سير الهنا سير الهنا قدتنا نرجع في حالتي بلا تنتيجة نتمنى باش تشوفوا هذا الفيديو ديالي وتعاطفوا معاه الزوج ديالي توفى في 2018 أنا ما كنتش قالوا لي يا راه ما تسكتقل بيا في الطموبيل أنا ما عرفتش كيفاش وعلاش الله وعلم ما عرفتش أنا يا قالوا ما تسكتقل بيا في الطموبيل أنا كنت في إيطاليا ما كنتش في المغرب تعيطوا عليا قالوا لي يا راه ما تجي تلقيتهم ودفنوا كل شي دكشي داروهما كل شي الزوج اللي بغي يزود دو اللي بغي يديو أنا ما يعني دبا تسطاسيون أي بلاسة مشتلا منعوني منا أنا ما تخليونيش حتى دبا أنا بلاسي ندخل القاوة ولا هذي ما منوع منه علاش أنا واريتائي في الورق في الورق فش واريتصافي هو توفى قالوا مات الله وعلم قالوا مات سكتقل بيا هات الشي يعني ماشي ما مفهمتوش أنا يا كيفاش أنا مجو جابي على سنة الله ورسوله ماشي مجو جابي صافي توفى ما بغوش يعطوني الحق ديالي لاش ما عرفتش لاش ما بغوش يعطوني الحق ديالي الله وعلم البنت دياله تدقل يا سيري طلعي واحد العشرين عام بقايف المحكامة وبالفعل كلامها صحي لا تشي ليش تانعي را كلامها صحي وش جلالة المالك لا ينصروا تيوصي وتيقولهم الجالية وهادي ولكن راح شو ما تشي كتير كرهون باش الإنسان ما بقاش يدخل لبلاد ولا ما وحنا يا أي حاجة تنديروها تنجي وتنديروها في بلادنا ما شي تنديروها في شي بلاد أخرى تنجي ونديروها في بلادنا ولكن تنجي وشي إدارة ولا تنجيو لأي بلادنا لقاو مشاكل كتيرا مشاكل كتيرا بزاف 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 ما شي ما بغاش يتفهم لي يعني فين غادي نمشي ولا ما أعطانيش للمخزن حقي هاو ما الورق كل شي عندي ودائما تيحكموا لي بالرفضة علاش الرفض الله وعلم علاش الرفض ما عافش أنا علاش تيرفضه كل شي كان خدام هاي هاد العام هاي هاد الشهر اللي هما داك شي ما بقاش خدام مستاصل ما بقاش خدامة ودك سيد اللي كان في القاعة خرج هاد الشي هو أما كل شي كان خدام القهوارة كانوا تيجيبوا لهم وغنيين كل شي خدامة مزيان كل شي خدام مزيان وهم أخذوا الفلوس وأنا ما تريال معطاولي لحد الساعة تنمشي للمحكامة تأجيل تأجيل ما عندنا ما نديرو لك كتبت شكايات من القنصولة كتبت شكايات للرباط كتبت أش فين قالي ينمشي ما عرفتش أنا دابة علاش أش نوى المشكيل علاش ما بغاش يعطوني رزقي هادك رزقي ومن حقيته أنا ناخده أنا سنعرف لكل حق حقها هي يخده ومن يخده حقهم يعطوني أنا نصيبي اللي يستغلوش حال هذا وعيط لي التصل بي خالهم ومشيت لعندوه وقلست معاه وكل شي ولكن ماذا معا يتح اللي قال لي اللي غادي ينتصل بك اليومي نادم قتش سمعت صوته وحطوا موبيل كان المرحوم اللي يرحمه جابها سانطافي الالفين وستا كان جابها من طاليين وبقت محطوطة هنا يقدم بقت محطوطة مغبرة اللي يجت يبقى يشرت فيها أنا اتصلت بولاده بالزوجة دياله السابقة وقلت لها أجي ودي واحطه في ستاسيون هي قتلي يا وانت شوفي لبلك شي واحد عيبي عهالي أنا مشيت على الكلام دياله اللي قالت من لي وصيت واحد السيد شاف لي واحد مولا في راي اتصلت بها قتلى رغي السيدها أعطى رغي مليون لحقشت الطموبيل القديمة وأصلا هي خاسرة في واحد المشكل من لي مشيت مشيت تانية هذا صافي قالت لي يا وخ قولي يعطيك مليون ونص من لي السيد قال ينفكر من لي معقبت أصل بي قال لي صافي وخ أنا قدي نعطيك مليون ونص أنا عمشيت في حالاتي خليت سوالت وديالطموبيل والوراق الوحد السيدة أعطيتهم لي أعطيتهم لي زوالطموبيل حق المليون ونص أنا من لي جيت تاني قولهم باش نتحاسبه باش نتحاسبه باش نتحاسبه باش نتحاسبه كل مرة يجيروا معي اليوم غدة اليوم تسعود لحضاش اليوم غدة اليوم الله يخليك باش نشوف معي هذا الناس قال لي يا ولده لق ما يمكنش يقص البراني معانا احنايك مش السيد في حالاته داروا بياه وما كاملين بدأهم مدورين اني ضحك دويت معاها علموا مشكل ديال الطموبيل قتلع ليش تقولي الطموبيل مشات وهدي وانتي فراسك بلت تباعت وهدي وانتي عارفة كل شي وانتي اللي قلت لي يا بيعيها شوفي شي واحد يشري هاشيم والله في راي قلت لي يا رايي والدي اللي دازم انت موما بنت لي وقال هالخالو ودك الشي قلت لاتك الساعة كان عليك تفاهميه ما تدرينش بحالة انا بعت الطموبيل وهادي والطموبيل رهاب مليون ونص وها فراسك هي فراسك قلت لها الشي مش فراسك يبقى تساكتها ما بغتش دوي يعني هي دبا هي اللي شد كل شي هي اللي مسؤولة على كل شي وانا ما عندي حتى حاجة متى يعطوني تاريال متى يسولوا شقاع بالمرة فيها متى يععرفونيش لكاينة لما كاينة وكيفش غادي ندير معادي الناس كيفش غادي نتصرف معاهم وانا لازل انا حسيت بالحق وراح حسيت بالضلم لاش حقاش المحكامة ملي انا نمشي المحكامة ونجز شكايات ونصفت لربات شكايات ونجز شكايات عند وكل مالك وحقي ما يتخدش هذا ظلم هذه راح حق راح حشوم بحالك واركي الله فوق الجامع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة